ده كان العنوان الأول أستاذ أحمد جلال الدهولنا النهاردة لسه بقلب كده لقيت عنوان خطير وقو جدا يعني حسين الشحات مطلوب في الزمالك ايه الحكاية يعني فيه شاعب بتطلع كتير أول فترة اللي فاتت هو من ناحية الجماهيرية حسين الشحات بعيد أول أنه يلعب في الزمالك لأنه فيه مواقف كتيرة جدا هو يعني كان مناصر الأهلي جمال الزمالك زاعل ما عرفش ايه كلام ده كله فحسين الشحات مش عبدالله سعيد حسين الشحات مش رمضان صبحي حسين الشحات له مواقف معينة خاصة يعني حتى بعد خلافاته مع عاشي كبالة وقبل كده خلافاته مع مصطفى محمد وتعرض لعقوات حسين رمضان صبحي نفسه كان ليه مواقف مع الزمالك كتير بل لكن مش بنفس الحسادي يعني الناس مسكت في الخواتيم رمضان عمل مشكلة مع الأهلي لكن حسين رغم أنه بعيد بشكل كبير جدا عن اللعب لكن ما عملش مشكلة كبيرة صح وقد يبدو أن هو يعني حصل وجهة نظر مرسيل كولر اللي هيقيم الموقف في يعني كمان اسبوعين ثلاثة بعد ما كابت الخطيب الحمد لله على السلام رجع النهاردة هيبتري يشوف بعض الملفات ومنها تجديد بعض اللاعبين زي رامي ربيع زي حسين الشحات اعتقدت الثلاثة وعقودهم تنتهي نهاية هذا الموسم يعني انت بتقولي الموضوع بتاع حسين الشحات ده الشعات أصلا لا أساسة لها من الصحة لا أساسة لها من الصحة ما فيش تفكير أصلا طيب